اشتركوا في القناة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق كان في الاستقبال عدد من كبار المسؤولين بجمهورية مصر العربية الشقيقة وسعادة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر وبهذه المناسبة صرح سموه لدى وصوله جمهورية مصر العربية الشقيقة قائلا يسرني وأنا أصل لجمهورية مصر العربية الشقيقة أن أعرب عن سعادتي بزيارة هذا البلد العريق بحضارته وشعبه الأصيل الذي نفخر بمواقف قيادته وشعبه الداعمة دائما للقضايا المصيرية زيارة للدولة الشقيقة للمشاركة في حفل افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية وهي واحدة من الصروح العسكرية التي تقف شهيدة على مدى التطور الذي تشهده القوات المسلحة في هذا البلد الشقيق كما أن هذه الزيارة فرصة ننقل من خلالها تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وتمنياته لها ولشعبها الشقيق كل تقدم وازدهار إن التواصل بين مملكة البحرين والشقيقة مصر على مختلف المستويات أسهم بدوره الفاعل في تأكيد التعاون الثنائي والانطلاق بعلاقات البلدين نحو أوفق أوسع من التنسيق واتفاق المواقف والعمل الذي يجسد عنق ما يربط بينهما من علاقات مميزة وأسهمتها بشكل إيجابي في تعزيز التضامن العربية والتصدي لكافة التحديات والمتغيرات والتي من أبرزها دعم الجهود العربية والدولية في مواجهة الإرهاب والتطرف نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه تقدم بلدينا وخير وصالح شعبيهما الشقيقين